هنأ رئيس مجلس الدولة المستشار عاد العزب والمستشارون أعضاء المجلس الخاص الرئيس عبد الفتح حسيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة والذكرى الثالثة عشر لصورة الخامس والعشرين من يناير كما هنأ المستشار عاد العزب وزير الداخلية محمود طوفيق وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للتضحيات والملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة البواسل في مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن